أخي في الله ليعلم الجميع أن العلم أوله مر وآخره حلو وأنك إذا أردت أي شيء في العلم لا بد من أن تضيق عليك نفسك التي بين جنبيك بأمور عديدة إما في حفظك وذاكرتك وضبطك وإتقانك وإما في تركيزك وفهمك وإما في حضورك وإما في طريقك للحضور وإما وإما فهذه هي المكاره التي حفت بها الجنة فما بالك إذا كان في أطيب الجنة وأعظمها أجرا وهو ذكر الله والوحي الوحي هو أعز شيء ينتهي بالعبد إلى الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة هذا الطريق السهل حينما تلعق الصبر حينما تلعق الصبر وتذوق المر وتتألم وتجد الشدة والعناء أخي في الله إذا جئت تحفظ ووجدت الضيق والهم ووجدت الكرب ستجده المرة الأولى ثم المرة الثانية تجده الأسبوع الأول ثم الأسبوع الثاني تجده الشهر الأول ثم الشهر الثاني تجده ربما يستمر معاك سنة ثم يفتح الله عليك بلذة قد تبقى معك العمر كله ومن أراد أن يجرب فليجرب ما من طاعة إلا تجد دونها المنغصات والمؤذيات والمقلقات لكن ما إن تصبر عليها وتكابد من أجله إلا أورثك الله فيها من الفتح والخير ما لم يخطر لك على بال وهذا سواء في طلب العلم أو في العبادة تريد أن تصوم الاثنين والخميس تجد تكابد وتتعب تريد أن تقوم الليل تكابد وتتعب تريد أن تبر الوالدين تكابد تريد أن تصل الرحم تكابد تريد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن منكر تجد السخرية الاستهزاء الخوف القلق كلها مكاره لكن فيها من الرحمات وعلو الدرجات ما لم يخطر على بال المؤمنين والمؤمنات فإذن ليست هذه المكاره بحائلة بين الصادق في محبة ربه المجد المجتهد في مرضاته ما تحول بينه وبينه بل تزيده قوة يصبح مثل الذهب يحك يحك فيزداد لمعانا فاصبر رحمك الله وجده واجتهد واعلم أنك تعامل الله والمعاملة مع الله في هذا الدين لم تبقي شيئا تضحي به كل شيء تضحي به حتى نفسك التي بين جنبيك تبيعة رخيصة في سبيل الله عز وجل إذا مضى العبد إلى سوق الآخرة لم يجد شيئا عزيزا دون الله عز وجل أبدا كل شيء أحقر وأهون من أن يحول بينه وبين الله ولذلك أصدق مع الله وتجد البعض يقول والله إني في كرب عظيم في شدة هذا كلها أوهام كله كلام فاضي هذا كلام فاضي لا يصلح من طالب العلم تقاعس تجد الشخص تقول له يا أخي قموا في الليلة قلوا الله ما أستطيع والله الفتن والله المحن الجنة كلها مكارن ليس هناك شيء اسمه لا أستطيع ما كلفنا الله ما لا نطيق بل كلفنا الله ما نطيق فنحن تحت غطاء من الشيطان والعياذ بالله وران من الذنوب والخطايا يحول بيننا وبين الدرجات العلا من الجنة فالعبد لا يلتفت إلى مثل هذا التخذيل فإن وجدت أن القرآن يحال بينك وبين حفظ القرآن أي شيء بقي إذا حيل بينك وبين كلام الله تقول والله لا أصبرن ولأني في اليوم الواحد أحفظ آية واحدة لا أصبر عليه والآية الواحدة خير من لا أحفظ من القرآن شيئا بل تحفظ ثم إذا حفظت وجاءك داء النسيان رجعت وراجعت فهكذا وإلا فلا إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق والعزيمة الصادقة ويصبر ويصابر ويكابد وإلا فسيفوته الركب وسيندم حين لا ينفع الندم أعطاك الله الصحة فاغتنمها قبل المرض أعطاك الله العافية من الفتن والمحن فاغتنمها قبل أن لا تجد وقتا تتفرغ فيه لأهم وآكد ما تريده من فرائض الله عز وجل وعجباته فضلا عن المستحبات فاغتنمه قبل أن تشغل وأعطاك الله وأعطاك فعطايا الله لا تنتهي فجد واجتهد واصدق مع الله يصدق الله معك نصى الله أن يرزقنا العزيمة على الرشد والله تعالى